كمان حرص وفد النادي الاهلي برئاسة الكابتل محمود الخطيب على زيارة سيادة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بحضور العمري فاروق نائب رئيس النادي وكان معه كمان الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة وأكد الكابتل محمود الخطيب شكره العميق لأهالي أسوان على حفاوة الاستقبال وقال ان ده مش غريب على أهل أسوان هذه المدينة السحرة والتي تعد واحدة من أهم المدن السياحية في مصر على مر التاريخ قال كمان في المقابل سيادة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ان النادي الاهلي نادي عريق وتاريخ وحافل على المستويات المحلية والإفريقية وأيضا العالمية وان زيارة الكابتل محمود الخطيب وعضاء مجلس الإدارة لأسوان بتمثل حدث في غاية الأهمية ويوم مميز لن ينسى في تاريخ المحافظة قال ان مباراة الاهلي وأسوان هتخرج إن شاء الله بشكل يليق بالفرقتين الأهلي طبعا أكبر الأندية المصرية والعربية والإفريقية ونادي أسوان وهو ممثل الصعيد الوحيد في الدوري المصري الممتاز في ختام هذه الزيارة حرس كابتن محمود الخطيب على إهداء درع وعالم النادي لللواء الشفعطية واللي بدوره قدم درع المحافظة إلى كابتن محمود الخطيب ده كان شقة حلوة جدا أثناء الزيارة كان فيه حاجة جميلة جدا برضو والناس كتيرة كانت حبة ده استحديدا على السوشال ميديا تعرف السوشال ميديا بتبقى نعكاسي لحد ما برضو لما بيبقى فيه حاجة حلوة يعني بتتعامل